انطلقت فعليات مهرجان الإسماعيلية الدولية للفنون الشعبية في دوراته الثانية والعشرين وذلك بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية المحلية والعربية والأجنبية تستعرض الفرق المشاركة بالمهرجان فنون بلادها التراثية والمعبرة عن بيئاتها بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية المحلية والعربية والأجنبية افتتح مهرجان الإسماعيلية الدولية للفنون الشعبية في دورته الثانية والعشرين بتشاركنا دول من آسيا ومن إفريقيا دول عديدة عربية صديقة وشقيقة بشاركنا أكثر من عشر فرق على مستوى محافظات مصر بالكامل نحن اليوم نرسل رسالة تحية وسلام لكل العالم اللي عم بيشوفنا من خلال مهرجان العظيم والمحب للفنون دائما مهرجان إسماعيلية إنه فلسطين باقية وفلسطين رسالة سلام بفلكلورها وتراثها الموجود دائما نحن اليوم شاركنا وقدمنا لوحة فلسطينية بإسم بعنوان دمي فلسطيني ولقينا حفاوة استقبال وتحية كبيرة من جمهور الإسماعيلية والجمهور المصري الدائما المحب لفلسطين الفرق المشاركة بالمهرجان استعرضت فنونها التراثية والمعبرة عن بيئتها من خلال حفل الافتتاح حيث شارقت دول السودان وفلسطين بجانب مشاركة الفرق المصرية وهي ملوي الحرية والشرقية وسوهاج ومطروح وأسوان والعريش وبورسعيد المهرجان الدولي للفنون الشعبية في دوراته الثانية والعشرين الحقيقة من المهرجانات التي أثبتت جدارة في الاحتفال بفنون الشعبية خاصة مع التنوع الثري للفرق المشاركة العروض الفنية للفرق تقام اعتبارا من اليوم الاثنين حتى التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري بعدد من المسارح داخل المحافظة لتشكل مركزا ثقافيا فنيا رائعا من جميع دول العالم في أرض مصر